بيبدأ المسلسل مع ثلاث شباب اسمهم مورجن وميجيل ودييجو اللي بيكونوا بيعزفوا فرقة موسيقية وبعدها بيخلصوا شغلهم بتجيلهم طفلة صغيرة اسمها كالي وبتقولهم ان مامتها سابتها وقالت لها تروح لهم وتفضل معاهم وانها هتيجي تاخدها بعد ساعتين لكن مامتها بتتأخر عليها وما بتجيش فبيضطروا ياخدوها معاهم البيت وبتعد تسع سنين وبيكونوا تبنوها وبتكبر كالي وبيعتبروها بنتهم وبيصحوا في يوم وبيكونوا عاملين لها مفاجأة علشان عيد ميلادها وبيعزفوا لها وبيغنوا وهم بيصحوها من النوم وبتكون كالي مبسوطة جدا وبتقولهم انها هتبقى سعيدة لو كل يوم صحوها بالطريقة دي لانها بتحب تشوفهم وهما بيعزفوا وبتبدأ تسألهم عن الهدايا اللي محضرينها ليها فبيقولوا لها انهم عاملين لها مفاجأة وبعدها بيروح ميجيل يلبس علشان يروح شغله وبيشوف دياجو هو قاعد بيلعب ألعاب الفيديو وبيتريق عليه لانه ساب وظيفته بسبب كره للروتين وفي اللحظة دي بيجي لهم تليفون ان فيه طارد وصل لكالي وحد بيطلب منهم ينزلوا علشان يستلمون ولما بينزلوا كلهم بتشوف كالي عربية جميلة لبيع الايس كريم وبتفرح بيها جدا وبتفتكر انهم عاملين لها مفاجأة ودي الهدايا اللي اشتروها علشان يقدموها لها فبيسألوا كلهم بعض وبيتفاجئوا انه ولا واحد فيهم هو اللي جابها لانه مش معاهم سعرها وبيقرر ميجي ليقول لها ندي اصلا مش هديتهم وبياخد الزرف اللي فيه مفتاح العربية وبيطلب منها تطلع ولما يرجع هيشوفوا مين هو صاحبها وبيروح ميجي ل الشغل وبيحاول اتصل بشركة الشحن اللي جابت لهم العربية علشان يوصل للي باعتها لكنهم ما بيدلوش اي معلومة واضحة باسم او رقم تليفون للشخص ده وبتكون واقفة جنبه باولي البنت اللي هو مرتبط بيها وبتنصحه انه ما يهتمش باللي باعتها وانه ممكن يبيع العربية دي وياخد فلوسها ويعتبر انه دي تمن الفلوس اللي هو صرفها على كالي طول السنين اللي فاتت وبتكمل باولي كلامها وبتقوله انها مش من مسئوليته حتى لو كانت البنت لطيفة وجميلة لكنه مش ملتزم يصرف عليها او يتبنيها لكن ميجيل ما بيهتمش بكلامها وفجأة بيجي مدير وصاحب الشركة اللي في نفس الوقت بيكون والد فاولي فبيستأذم منه ميجيل انه يستأذم من الشغل بدر النهاردة وده طبعا علشان حفلة عيد ميلاد كالي وفي الوقت ده بتكون كالي مع جو صاحبها وجارها اللي من نفس سنها وبتنزل تاني وبتفضل تتفرج على العربية وبتبقى فرحانة بيها جدا وبتحاول تشوف طريقة تفتحها بيها فبيجي مورجن ويفتح لها الباب وبيشوفوا دياجو وبيتضيق من اللي عملوا وبيقولوا انهم اتفقوا مع ميجيل انهم مش هيفتحوها غير لما يرجع من الشغل وبيقفلها تاني وبعدها بيطلعوا البيت علشان يجهزوا لحفلة عيد ميلاد كالي اللي بتقول لدياجو انها عايزة تخرج تروح السينما مع أصحابها فبيقولولها انها النهاردة لازم تحتفل معاهم لانهم يعتبروا أبهاتها وبعدها تروح مع أصحابها أي يوم تاني فبيتوافق بشرط انها تروح بالعربية الجديدة وفي اللحظة دي بيوصل ميجيل من الشغل وبتكون معاه حبيبته باولي وأول ما بيدخل بيجري جو عليه علشان ياخد منه الشنطة ويدخلها له لانه عارف ان فيها مفتاح العربية اللي عايز ياخدها ويدخلها لكالي لكن ميجيل ما بيرضاش يديله الشنطة وبيقوله انه هيدخلها القوضة بنفسه فبيستنى جو لما بيخرج وبيتسحب بهدوء علشان يدخل يسرق المفتاح وبتساعده كالي ولما بديجو بيشوفه وبيسأله رايح فين فبيتحجج جو انه رايح الحمام فبياخده ديجو بيوصله للمكان الصح وبيستغرب انه بقاله كتير بيجي عندهم ولسه مش حافظ المكان ومن ناحية تانية بيتروح باولي تدي الكالي الهداية بتاعتها وبتحاول تفاهمها انها ما بتكرهاش زي ما هي فكرة وبتطلب منها تفتح الهداية وتشوفها وقتها بيكون جو قدر يسرق المفتاح من شنطة ميجيل وبيشاور اللي كالي علشان تنزل وراه ويفتحوها وبتلاقي موبايل موجود في العربية واول ما بتفتحه بتشوف عليه فيديو وبتبدأ تتفرج عليه وبتلاقي فيديو مامتها بعتاليها بتهنيها على عيد ميلادها وبتقول لها انها طول السينية اللي فاتت دي كيف بتفكر فيها وما نسيتهاش ولا لحظة وبتقول لها انها عارفة ان هي عايشة مع ميجيل ومورجن وديجو وبتطلب من كالي تجيبهم وتيجي بالعربية في رحلة للمكان اللي هي كتبهولها وبتوعدها انها هتجاوبهم على كل اسئلتهم وبتتأثر كالي وبتعايت لان مامتها كيتوحشها جدا وفي نفس الوقت بتفرح انها هتشوفها تاني بعد كل السنين دي وبتنزل من العربية علشان تطلع تعرفهم وقتها بيكونوا بيتكلموا مع بعض بخصوص العربية اللي لحد دلوقتي مش قدون يعرفوا مين اللي بعتها وبيقترح ميجيل عليهم انهم يبعوها ويحطوا فلوسها في البنك باسم كالي وفجأة بتيجي كالي وبتقطع كلامهم وهي فرحانة وبتقول لهم ان مامتها رجعت من تاني وبتوريهم الموبايل اللي عليه الفيديو لكن لما بتفتحوا بتتفاجئ ان الفيديو اختفى وطاعت تحلف لهم انه كان موجود وبتعرفهم ان مامتها هتستنياهم يسافروا يقابلوها في المكان اللي قالت لها عليه بعد 3 ايام وبيكون ميجيل مش مصدق ولا موافق ان هم يسافروا لحد ما اتزل مامتها تكلمهم بنفسها وتقولهم الكلام ده فبتتضايق كالي وبتقولهم انها هتكون مستنياها وما ينفعش ما يروحوش وبتسيبهم وبتروح قدتها وبيفضلوا يتكلموا هم التلاتة وبيستغربوا انها رجعت بعد كل السنين دي لكن في النهاية بيقرروا انها مامت كالي وليها الحق فيها اكتر منهم حتى لو كانت سابتها وتخلت عنها وبيروح مورجن لكالي قدتها وبيلاقيها بتحضر شنطتها والحاجات اللي هتاخدها معاها فبيطلب منها تروح تقعد مع الضيوف في الحفلة والطف شما يعيد ميلادها وبعد ما تخلص الحفلة والناس تمشي يتكلموا وبيوعدها انه هيساعدها ويدعمها في قرارها فبتضحك عليه وبتسمع كلامه لكنها لما بتروح بتقول قدام كل الضيوف انها بتعتبرهم احسن اباء في العالم وبتعرف الناس ان هم هيخضوها في رحلة علشان تقابل مامتها فبيقطعها ميجيل وبيرفض وبيقولها ان هم مش هيعملوا كده لانهم مش متأكدين ان هي اللي بعثتها فعلا وان اتزل مامتها هي اللي بعث الكلام ده فبتقطعوا باولي حبيبته وبتقولوا انها مش موافقة وانه لازم ينفذ لكالي اللي هي عايزة ويوصلها بمامتها فبيعتذر ميجيل الناس وبيقولهم ان الحفلة خلصت وبيقفل الموضوع وبعد ما بيمشوا بيعودوا هم التلاتة يتناقشوا مع كالي اللي بتقولهم ان مش من حقهم يمنعوها وانها مستنية اللحظة اللي تقابل مامتها فيها وهم عايزين يبوزوها عليها فبيقول لها ميجيل ان العربية اللي جتلاها دي هي اللي بوزت كل حاجة وانهم هيرجعوها بكرة تانية للشركة اللي شحنتها فبتدائق كالي وبتعايت وبتروح قدتها وهي منهارة وبتفضل تبص في صورها مع مامتها وهي صغيرة وبتقرر انها ما تستسلمش وبتاخد صاحبها جو وبتنزل طاوت في العربية لمامتها باعتها لها وبتقفل على نفسها وبتهددهم انها مش هتخرج غير لما يوافقوا يودوها لمامتها ولما بيرفضوا مرة تانية بتقولهم انهم مش حاسين بيها لان عندهم امهاتهم شايفينهم طول الوقت فبيقول لها ميجيل ان امهاتهم ما سبتهمش وهم صغيرين ولما بيفكر في كلامه بيعتذل لها وبيقول لها انه ما كانش يقصد يضايقها فبيتعصى بعين مورجن ودييجو وبيقرار ان هما يوافقوا ويروحوا معيها اما ميجيل فبيفضل رافض وبيسيبهم وبيطلعوا تاني يوم الصبح بيستعدوا علشان يبدأوا رحلتهم وبيلحقهم ميجيل على اخر اللحظة وبيقول لها انه مش هيقدر يسيبها لوحدها وبيتفاجئ كالي قبل ما يتحركوا باللحظات ان باولي جاية معيهم وبتركب مكانها عشان تقعد جنب ميجيل وبتتضيق كالي من وجودها وبتقعد في العربية من ورا وبتفتكر كالي لما كانت مع مامتها زمان وهم ركبين العربية وكانت مامتها بتسوق بسرعة جنونية لان كان فيه عربيات بتلاحقهم لكن علشان تطمنها كذبت عليها وقالت لها انهم في سباق عربيات وقالت لها ان عمرها ما هتتخلى عنها مهما بعد وهترجع لها تاني شكلهم غريب لبيت ميجيل ودييجو ومورجن عشان يفتشوه ما بيلقوش حد هناك وبيشوفوا صورة الكالي معاهم وبيسألوا عنهم حريس المبنى اللي بيقولهم انهم طلعوا رحلة بعربية الايس كريم وبيعرفهم انه ممكن يوصف لهم الطريق اللي مش يمنه وبيكملوا رحلتهم لكن بتتعطل منهم العربية في الطريق وبيروحوا الميكانيكي علشان يصلحوا فبيقولهم انه هيصلحها في خلال 3 او 4 ايام ولما بيحس انهم مستعجلين بيقرر يستغلهم وبيقولهم ان فيه تصليح مستعجل لكن بضع في التمن فبتتحايل كالي عليهم علشان يوفقوا فبيقرروا انهم يدفعوا له الفلوس وساعتها بيقولهم يلفوا شوية في المدينة ويتعرفوا عليها ويرجعوا له بعد 4 ساعات يكون صلحها وفي طريقهم وهم ماشيين بيقابلوا ولد بيعمل حيل سحرية اسمه نيو وبيخلي كالي تسحب كارت من الكروت اللي معاه وبيكون مبسوطة جدا وبعد ما بيخلص بيطلب منهم يدفعوا مبلغ كبير لكنهم بيرفضوا بيسبوه وبيمشوا وبيطلب منهم مجيل انهم ما يحاولوا ما يضيعوش فلوسهم في الحاجات اللي مش مهمة ويوفروا الفلوس اللي معاهم لباقي الرحلة وبينشوف رجالة العصابة اللي رحوا لهم البيت علشان يدوروا عليهم وفضلوا ماشيين من نفس الطريق اللي الحارس بتاع العمارة وصفوا لهم لحد ما بيوصلوا وبيشوفوا بالصدفة العربية بتاعت الايس كريم وقفة عند الميكانيكي وبيبقوا عارفين ان دي عربيتهم فبيقفوا يسألوا الميكانيكي عنها وبتتصلح في قد ايه ولما بيشك فيهم بيقولولهم انهم عندهم عربية زيها وعايزين يصلحوها فبيقولهم انها بتاخد من 3 ل 4 ايام وساعتها بيتطمنوا لان كده لسه عندهم مقت وصلوا الكالي والتلاتة اللي معاه وفي الوقت ده بيروح مورجن يتمشى مع ديجو بيشوفوا بالصدفة اعلان لمسابقة عصف للفرق الموسيقية السلسية وبيحاول مورجن يقنع ديجو انهم يقدموا لان الجايزة مبلغ كبير وانهم ممكن يكسبوا لكن ديجو بيقولوا ان ميجيل لو عارف هيرفض يشارك معاهم لانه من زمان مش عايزهم يكملوا في العصف فبيقولوا مورجن انه هيحاول يقنعوا وبياخدوا وبيدخل علشان يعرف تفاصيل اكتر عن المسابقة اما ميجيل فبتجيلوا مكالمة من مديره في الشغل انه يبعط له حاجات مهمة فبيطلب من باولي انها تخلي كالي معاها لحد مايروح يعود في مكان ويخلص الشغل ويرجع لهم فبتعرض باولي على كالي انه هما يتغدوا مع بعض لكن بيبنى على كالي انها بتحبهاش من معاملتها ليها فبيطلب منها ميجيل تكون لطيفة مع باولي علشان مايزعلش منها وبيسيبهم وبيمشي وبيجيلوا نيتو بتاع حركات السحر لما بيشوفوا قاعد لوحده وبيحاول يقنعوا انه يعملوا خدع سحرية وعلشان ميجيل يخلص من زنه عليه بيقولوا انه هيتطلب له اكلس بيسيبوا يشتغل وما يعطلوش وبيجوا مورجن وديجوا وبيتكلموا مع ميجيل بخصوص المسابقة بتاعة العصف وبيحاولوا يقنعوا انه هما يشتركوا وبيقولولوا ان معاهم جزء من آلات العصف وهحاولوا يتصرفوا في البقيين وبيقولولوا انها فرصة كبيرة واكيد القدر اللي رتب لهم ان العربية تتعطل في نفس المكان اللي فيه مسابقة العصف للفرق السلسية لكن ميجيل بيكون رافض تماما وبيقولهم انه تكلم معاهم كتير في الموضوع ده وانهم زمان كانوا فرقة عصف لما كانوا رسطة في مراقتهم لكن دلوقتي هما كبروا وبقى عندهم مسؤوليات اكبر وبيتعصب عليهم علشان يروحوا يرجعوا الفلوس اللي دفعوها عشان التقديم في المسابقة فبيزعلوا منه وبيروحوا علشان ياخدوا الفلوس وبترفض الموظفة انها تدهى لهم فبيقولها انه هما اتنين بس ومش هيقدروا يشتركوا ولا يعزفوا فبيتقولهم انهم لازم يحترموا القواعد ويكونوا مسؤولين عن قراراتهم فبيروح لهم نيتو اللي بيعمل خدعة سحرية وبيعرض عليهم يكونوا معاهم واستفرقتهم ولو كسبوا يدولوا فلوس فبيدولوا الجيتار وبيطلبوا منه يمسكوا وبيعلموا يعمل ايه وبعد شوية بتبدأ المسابقة وبيبدأوا في العصف وبيسمعهم ميجيل وبيروح يتفرج عليهم وبيبقى الناس مندمجين معهم جدا وبيشجعوهم لكن بمجرد ما بيخلصوا بيكتشفوا ان نيتو ما كانش بيعزف ولا يغني معاهم فبيتهمهم بالغش وبيستبعدوهم من المسابقة وبيبقوا زعلانين جدا وبيلوموا ميجيل انه هو السبب لانه رفض وانه لو كان غنى وعزف معاهم بدل نيتو فممكن يكسبوا وياخدوا الجايزة وبينشوف كالي اللي بتبقى قاعدة في المطعم مع باولي وبتشوف خنزير صغير بيجري من عامل في المطعم فبتروح تاخده وبتخبيه ولما بيجي العامل يسأل عنه بتنقذه باولي وبتقولها انها ما شافتهاش فبتشكرها كالي على موقفها فبتقولها باولي انه الحيوان ده اكيد تايه من ممتو او ممتو سايباء زي ممتو لما سابتها الوحدة زمان ومشي فبتتدائي كالي من كلامها وبتقولها انها ترجعه لممتو وبعدها بيقوموا علشان يمشوا وبتعرض عليها باولي انها تقدم لها خدمة وصدموا وساعدتها لها وبتطلب منها تبين قدام ميجيل انه هما بيحبوا بعض وعلاقتهم بقت اقوى انها كانت ظلمها وكمان تتكلم معاه وتقنعه يتجاوزه بسرعة لانه مأكل جوازه منها بسبب ان علاقتها هي وكلمة وطر فترفض كالي تعمل كده وساعتها بتتدايق منها باولي وبتاخد منها الخنزير وبتسيبه يجري وصاحبه بيكون بيدور عليه قريب منهم وبيلاقيه فبتقول له كالي ان بتاعها هي وبتطلب منه يرجعوا ليها لكنه بيرفض وبيفضلوا يتخنقوا عليه فبتدخل باولي وبتعرض على الرجل انها تشتريه منه بالتمن اللي هو عايزه وقبل ما تعمل كده بتأكد على كالي انها تنفذ الاتفق عليه وساعتها بتقرر كالي توافق وبتاخد الخنزير وهي فرحونة وبتروح تسأل نيتو عن المزارع اللي فيها حيوانات في المدينة عشان ترجع الحيوان اللي معها المامتو انه اكيد بتدور عليه فبياخدوا من نيتو الهناك مقابل انه ياخدوا معاهم ويوصلوا في طريقهم وبتسيب كالي الخنزير في المزارع وبتسألهم عن حياتها معاهم بعد ان تروح لمامتها فبيقولها انها بنتهم وان عمرهم ما هيبعدوا عنها ويكون عدى اربع ساعات وبيضطروا يرجعوا بسرعة الورشة التصليح عشان ياخدوا العربية قبل ما يتحركوا بتروح كالي تنفذ اتفاقها مع باولي وتقولهم الجيل انها كانت ظلمة باولي وانها بنت لطيفة جدا وقضوا وقت جميل مع بعض وبيشوفوا رجالة العسوة بعربية الايس كريم وهي ماشية وبيروحوا يركبوا عربيتهم بسرعة ويمشوا وراءهم وفي طريقهم بيكتشفوا ان الفلوس اللي معاهم قربت تخلص ومش هيعرفوا يكملوا الرحلة فبتجلهم فكرة انهم يخلوا دييجو يروح لأهله ويستلف منهم فلوس لانهم اغنية لكن دييجو بيرفضوا بيقولهم يدوروا على اي حل تاني غير ده فبتتحايل كالي عليه وبتترجى يوافق عشانها وبيغيروا طريقهم فجأة لبيت والد دييجو وساعتها بيتحاول العصابة تلحقهم وبيمشوا بسرعة من نفس الطريق الجديدة علشان يلحقوهم وبيضطروا يكسروا الاشارة فبيشوفهم الزابط وبيلحقهم وبيوقفهم وبيطلب منها الرخص فبيدلوا واحد من العصابة الفلوسة علشان يسيبهم يمشوا لكن لسوء حظهم ان الزابط بيرفض ياخد الرشوة وبياخد واحد منهم معاه فعربية الشرطة وبيمشي ومن ناحية تانية بيوصل ديجو واصحابه بعربية الايس كريم لبيت والده وبيحبش يقابل ناس مايعرفهاش وبيقناهم انه يدخل هو الوحده وفعلا بيوافقوا وبيدخل ديجو البيت وبيهدوء وبيكون متوتر جدا وبيقابل بابا ومامتو بيسلم عليهم وفجأة بيلاقى اصحابه كلهم دخلا للبيت وبيتعرفوا على بابا ومامتو وبتقوله كالي انها اضطرت تدخل لانها كانت عايزة تدخل الحمام فبيعزمهم والد ديجو عالغدا وبيطلب منهم يستنوا ومايمشوش وساعتها بيتوتر ديجو وبيكون عايزهم يمشوا باي طريقة لكن بابا ومامتو بيصمموا انهم يعزموا اصحابه فبيروح ديجو يتكلم مع مورجن وميجيل وبيعرفهم انه مخبي على بابا ومامتو طول السنين اللي فاتت ان المتبني كالي انه اصلا عمره ما حكى لهم عنها حاجة لانهم كانوا هيوفضوا وبيطلب منهم يساعدوا ويمنعوها تتكلم معاهم لحد ما يمشوا مقابل انهم هيستلف لهم من اهل الفلوس اللي هم عاوزينها بعد شوية بيعودوا كلهم يتغدوا لان كالي بنت اجتماعية وبتحب تتكلم مع الناس بتفضل تكلمهم وتقولهم انه كانت نفسها تشوفهم من زمان انهم يعتبروا جدودها وبيتخدوا من كلمتها وبيحاول ديجو يغير الموضوع وبيقول لها انه ماينفعش تتكلم عن سن حد فبينقذوا ميجيل ومورجن وبيغيروا الموضوع وبيسألوها عن طريقة الاكلات اللي هي عاملاها لان عجباهم وكلنا بتتكلم كالي بيحاول ديجو يعمل اي حاجة عشان يوقفها وبيبقوا باباو مامتو مستغربينه جدا لانه اول مرة يتصرف بالشكل ده لحد ما بتقترح كالي انهم يباوتوا في بيت ديجو ويقضوا اليوم عنده لان البيت عجبها جدا فبيوافقوا مامتو باباو بيرحبوا بيهم وبالليل بتروح كالي تتكلم مع والدة ديجو وبتقول لها نزوقها حلوة في اختيار الهدايا اللي كانت بتبعتها لها فبتحس ان نامت لخباطة بينها وبين حد تاني وفي اللحظة دي بيجي ديجو وبينقذ الموقف وبياخد كالي لقضتها عشان تناموا وبيقفل عليها لكن اول ما بيمشي بتخرج كالي وبتروح تلعب مع نيتو اما ديجو فبيروح لمجاله بيقولوا انه خايف يطلب الفلوس من باباو مامتو وبيطلب منه يروح معاه لانه بيحبوه ويعتبروه من زمان صاحب كويس ليه وبيصحي وبياخدوا بيطلعوا يتكلموا معاهم وبيقول لهم ديجو انه محتاج الفلوس عشان يشتري مسلجات لعربية الايس كريم علشان يشتغلوا عليها وبيقناهم يعتبروا مشروع واستثمار ولما ينجح حيرد لهم الفلوس فبتقول له مامتو انها مش عجبها العيشة اللي هو اختارها لنفسه وانه ساب كل الفلوس دي وروح يعز فرقة موسيقية مجهولة فبيقول لها ديجو ان الفرقة خلاص ما بقتش موجودة وانهم بطلوا عصف من زمان ولما بتسألوا مامتو عن كاليو بيتقولوا انها مش مرتحة لها ويضطر ديجو يقول لها انها قريبة فولي حبيبة ميجيل وانها بنت مهووسة بالخرافات وعشان كده كلامها كله غريب وبيطلب منها ما تركزش معاها لانها مجنونة والسوق حظه ان كاليو بتكون في الحمام لجنب القضة وبتسمع كل كلامه عنها فبتخرج وبتواجه وبتبقى متضايقا محرج يقول ان باباها بالتبني وبتكتشف انه كذب عليها وكان مخبيها عن اهله طول السنين اللي فاتت دي لانه اصلا خايف يقول لهم فبيروح ديجو وراها وبيعتذر لها وبيفهمها انه عمل كده لانه كان خايف من رد فعل مامتو وكان خايف انها متتقبلش وجودها في حياته وانه كان كل ده مستني اللحظة المناسبة عشان يعرفها وبيحكي لها ان مامتو من زمان كان يتواخد موقف ضده بسبب انه بعد عنهم عشان الفرقة لانها مكادش موافقة وهو قرر يختار العصف ويحقق حلمه فبتسأله كالي ليس بالفرقة مادام هي حلمه وساعتها بيدخل مورجن وميجل وبيقولها انه هم اتخلوا عن حلمهم عشان يهتموا بيها ويربوها كويس فبتح حضنهم وتبقى متأثرة جدا وبعدها بياخد ديجو كالي وبينزل عشان يواجه مامتو بيعترف لها انها تبقى بنتو بالتبني وانه مش هيقدر يتخلى عنها فبتسأله مامتو عن اهلها فبيقولها انهم في طريقهم ليها وانه كان عايز الفلوس منهم علشان يكملوا الرحلة ويوصلوا ليهم وبيقولها انه كالي بنت طيبة وجميلة وبيتمنى انها تتعرف عليها وتقرب منها عشان تبقى جزء من عيلتها لكن بيتفاجئ برد فعل مامتو اللي بتقوله انها مش عايزة تشوفه تاني وبتطلب منه ياخد البنت دي ويمشي الصبح ومايرجعش مرة تانية والصبح بتقرر كالي تروح تتكلم معاها قبل ما تمشي وبتقولها انها لازم تكون فخورة بابنها ديجو لانه شخص حنين ومسؤول وانه كان سنه صغير جدا لما لقاها وقرر يتخلى عن حلمه عشان يهتم بيها ويرعاها وساعيتها بتصعب عليها البنته بتقرر انها تتقبل وجودها وما تزعلش من ابنها وكمان بتديها الفلوس اللي هم كانوا عاوزينها وبتودعهم وهما ماشيين وبياخد ديجو واصحابه عشان يوديهم مكان المفضل يفطروا فيه ولما بيوصلوا بيصحوا نيتو علشان ينزل معاهم لكنه ما بيرضاش يصحف فبيسيبوا نام في العربية وبينزلوا هما ياكلوا وبيتفاجئوا لما بيرجعوا انه مش موجود وبيكتشفوا انه سرق كل الفلوس اللي كانت معاهم وهرب من ناحية تانية بيكون العصابة خرجت من السجن وبيرجعوا يدوروا على عربية الايس كريم اللي فيها كالي منتان وبنتشوف ديجو هوسائق العربية ومكملين طريقهم وفاجأة العربية بتقف لان البنزين بيخلص منهم وطبعا ما بيكونش معاهم فلوس علشان يحطوا بنزين وبينزلوا من العربية وبيكونوا كلهم مديقين وبيلوموا بعض وبتلوم باولي كالي لان هي اللي اقنعتهم يوصلوا نيتو ويركبوا معاهم وهم ما يعرفوش عنه حاجة فبتقول لها كالي انه ما كانتش لازم تيجي معاهم الرحلة دي لان وجودها مش مهم وبتلاحظ كالي ان فيه مكان سكني على شمال الطريق وبتقترح عليهم يروحوا لهناك واكيد هيلقوا حد يساعدهم فبيزقوا العربية الحد بيوصلوا للقرية دي وبيلحظوا ان اغلب الناس ينكرك بين عجل مش بيستخدموا العربيات وبتقول لهم كالي على فكرة عشان يجمعوا فلوس وهي ان هما ممكن يقف هما التلاتة يعزوا في فوسة الشارع الناس تديهم فلوس لكن كالعادة مجيل بيرفض تاني ان هما يرجعوا للعصف وبيقرروا ان هما يتحدوا بعض وكل واحد يفكر يعمل حاجة واللي يقدر يجيب فلوسي بقى هو الكسبان وبيقسموا نفسهم وبيتروح باولي مع مورجن وبيقفوا يقنعوا الناس يصوروهم صور احترافية وبيتصوروا هما الاتنين وبينزل مورجن بالصورة عنده وبيقدروا العصابة ان هما يشوفوا الصورة دي لانهم متابعين مورجن وبيعرفوا مكانوا عن طريقها اما مجيل فبيدور على شغل وبيروح يشتغل في الحظيرة ووكالي بيتروح تعمل دعاية في القرية عن فرقة مشهورة هتيجي تغني وبتاخد من الناس فلوس كاشتراك للحفلة وفي اخر اليوم بيتجمعوا كلهم بيلاوا ان اكتر اتنين فكرتهم نجحت وقدروا يجمعوا مبلغ كبير يكفح تعيجاتهم لباقي الرحلة هما مورجن وباولي وفجأة بيبصنا بلقوه شكلي وسطهم بلقوها جامعة كل الناس على امل ان في حفلة وهم هيعزفوا فيها فبيقولها ان هما رفضوا انها كده خدعت الناس فبتترجوهم ان هما ما يكسفوهاش لكنهم بيصروا انها اتصل لحل عملته وتواجه الناس زي ما عودوها دايما فبتروح فعلا تقولهم انها كذبت عليهم وبتبدأ تغني هي بنفسها فبينضم ليها مورجن وديجو بيغنوا وبيعزفوا كل الناس بتتفاعل معهم وبيحبوهم وبعدها بيفتكروا اخر مرة شافوا فيها اتزل لما سبت لهم بنتها ومشيت واضطروا يرجعوا للبيت لما تأخرت عليهم وساعتها قراروا يخلي كلم معهم على طول ووقتها بعتت اتزل رسالة ليهم وطلبت منهم ما يدوروش عليها وانها هتبعت لهم في يوم من الايام وتشرح لهم سبب غيابها وبعدها بيركابوا العربية وبيسيبوا البلد اللي هم فيها ويكملوا طريقهم وبيوصلوا العصابة للمكان اللي كانوا فيه وبيسألوا عنهم فبتقابلهم واحدة ستة عجوزة وبتقولهم انهم لسه ماشين وبتعرفهم المكان اللي هم رحولوا واخيرا بتوصل كالي للمدينة اللي مامتها مستنيها فيها وبتبقى فرحانة ومتحمسة جدا وبتعتبروا احلى يوم في حياتها لانها هتقابل مامتها بعد كل السنين دي وبيدخلوا يعودوا في نفس الحانة اللي كانوا بيعودوا فيها من سنين وبيعرفوا انها تبعت لحد تاني وبيشوفوا المسرح اللي كانوا بيعزفوا عليه زمان وبيبقى واضح ان اتزل كانت هي كمان بتعزف وبتغني في نفس المكان وانهم يعرفوها كويس وبعدها بتستأذنهم باولي عشان تاخد الفلوس اللي باباها بعتها لها وبعدها بتخرج كلهم بيتكلموا مع ميجيل بخصوص علاقته وارتبطوا بيها وبيقولوا انها مش شبهه وانها بتحاول تبعده عن اي حاجة بيحبها فبيخرج ميجيل يتكلم معها لما بترجع وبيلاقي كل كلامها معانا عايزة يركز في شغله مع باباها ويبادع مشاكل اصحابه وبتقولوا انه ممكن يسيب مسئولية كالي على ديجو ومورجن وهم ما يهتموا بيها فبيتهمها بالانانية وبيتخانق معاها وبيمشي وبتيجي ميتشي اللي بتشتغل في الحانة وبتعد مع كالي وبتوريها صندوق قديم مليان صور للفرقة اللي فيها وقبهتها التلاتة وممتها كمان كانت بتبقى معاهم ايام ما كانوا بيغنوا وبيعزفوا في الحانة وبتفضل كالي تتفرج عليهم وهي فرحانة وبعدها بيقرر مورجن وديجو انه هما يقدموا عرض وبيجهزوا نفسهم وبيلبسوا لبس مختلف وبيبدأوا يغنوا كالعادة بيرفض مجيل انه يشارك معاهم وبتحاول كالي تتكلم مع مدير المكان وتقنعه انه يتعاقد مع الفرقة ويخليهم يغنوا عنده دايما وبتفهموا انها مديرة اعمالهم وبتقولوا انه هما موهوبين جدا ومحبوبين وهيتسببوا بمكسب كبير للمكان فبيقتنع فعلا وبتاخد كالي منشورات باسم الفرقة وبتروح تلزقها على الحيطان وبتشوف واحد وبتطلب منه يساعدها وبيكون بالصدفة ده فارد من افراد العصابة اللي بيدوروا عليها فبيتصل بصاحبه وبيقوله انه البنت اللي بيدوروا عليها بتاعة عربية الايس كريم موجودة قدامه اما ميجيل فبيروح لباولي وبيعتذل لها وبيصلحها وبياخد عشان يرجعوا تاني للحانة وبيشوفوا المنشورات بتاعة الفرقة اللي كالي علاقيتها وبتخاف باولي لانها مش عايزة حبيبها ميجيل يرجع للفرقة تاني وعايزة يركز في شغل الشركة مع بابوها ولما بيروح ميجيل يسأل اصحابه عن اللي بيعملوه وبيقولوله ان هم هيشتغلوا في الحانة بفرقة سنائية وبيطلبوا منه يجرب معهم يمواحد بس قبل ما ياخد قراره لكن باولي ما بتستناش انه يردوا وبتعرفهم ان ميجيل مش هيرجع للفرقة تاني وانهم كده كده هيفشلوا وبيتقولهم انهم خلاص اتفقوا على الجواز ومش هيكونوا فاضين وساعتها بيتأكدوا انه كلامهم عنها كان صح انا بيتحاول تبعدوا عنهم وبيتدايق ميجيل من اللي باولي عملته قدام اصحابه وبيلومها على طريقتها معاهم فبيتقرر انها تخيروا بينهم وبينها وطبعا بيختاروا انه يرجع لاصحابه والكالي وبيسيبها وبيمشي وبيروح يغني معهم في الفرقة زي زمان وبيتسلوا افراد العصابة بالزعيم بتاعهم وبيقولوله ان اللي بيدور عليهم كلهم موجودين قدامه تيجي اتسل مامة كالي للحانة وبتشوفهم وهما بيغنوا وبتقف تتفرج عليهم وسط الناس واول ما بتشوف رجالة العصابة موجودين بتبقى عرفاهم لانهم كانوا بيهجموها من زمان وبتهرب فورا وبتسيب المكان قبل ما بيشوفوها وبتفتكر زمان لما رجالة العصابة دول خطفوها وكتفوها علشان يسألوها عن الكارت اللي ضيع منهم وهددوها ببنتها فاضطرت تقولهم ان الكارت اللي بيدوروا عليه موجود في السلحفة اللعبة لكن لما فتحوها ملقوش حاجة وجاتلهم رسالة ان الزعيم بتاعهم اللي بيبقى رئيس العصابة هيجي لهم بكرة فبيعرفوها انها مش هتقدر تكذب عليه ولا تخدعوا زي ما عملت معاهم وفي الوقت ده بتخلص الحفلة وبيخلصوا الفرقة والمكان بيبقى هيقفل وبدايق كالي وبتفتكر نومتها مجاتش وبتتحيل عليهم يستنوها وما قفلوش المكان فبيتكلموا معاها أبهاتها التلاتة وبيقنعوها انها لازم تناموا وترتاح انهم كده كده موجودين في المدينة ومش هيمشوا دلوقتي وبيقرروا ان هم يروحوا يعودوا في فندق والصبح يدوروا عليها لحد ما تظهر ولما بيوصلوا بيدخلوا كالي قدتها وبيحسوا ان هم ما كانش ينفع يجيبوها للرحلة دي من غير ما يتأكدوا ان مومتها هتيجي فعلا وبيبقى القانين لان لو ادزل ما ظهرتش كالي هتتصدم صدمة كبيرة وبيقول لهم ديجو انه حاسس انها هتيجي وانه اصلا حاسس انه شافها وسط الجمهور وهما بيعزفوا بس مش متأكد وبيطمنهم انها اكيد هتيجي وإلا ما كايتش بعتت لهم انها عايزة تشوف كالي وبيتوقع انها ممكن تكون مرتبة كل حاجة وحصلت لها مشكلة عطلتها لكن مورجل ما بيقتنعش بكلامه وبيقوله انهم مش لازم يصدقوها او يسقوا فيها لانها زمان سبت بنتها ومشي وقالت لها هترجع تاخدها وما رجعتش فبيتوقع مجيل معاهم انها ممكن تكون مطاردة وطول السنين دي كان حد عايز يأذيها وعشان كده هي هيربت لان من المعروفة عنها انها بتحب بنتها جدا ومستحيل تسيبها بسهولة وبيتفقوا هما التلاتة على انهم يحموا كالي ويخلوا بالهم منها في كل الاحوال ومن ناحية تانية بيكون مامتها قاعدة برا المكان اللي هما فيه وبيترابوا من بعيد وبيكونش عارفة تدخل لان رجالة العصابة بيبقوا وقفين برا والصبح بتصحى كالي من النوم وبتقولهم انها حسن يومتها ممكن تكون تهت ومش عارفة توصل للحنن اللي هما استنوها فيها لان اسمها تغير بناها حتى لو دورت على النت بالاسم القديم مش هتلاقيها وبتقترح عليهم ان هما يخرجوا يلفوا في المدينة عشان يلاقوها لكنهم بيرفضوا الفكرة وبيطلبوا منها يفضلوا مكانهم وده لان مامتها عارفة المكان كويس ومستحيل تتوه او ما تعرفش التوصل فبتدقى كالي وبتحس ان هما مش مهتمين فبيقناعهم يجيل ان هما يفضلوا كمان كم ساعة ولو مامتها ما ظهرتش يدوروا على خطة جديدة وبيقولها ان هما لو ما كانوش مهتمين ما كانوش هيسيبوا كل حاجة ويجوا معها الرحلة دي وبعدها بنشوف مورجن اللي بيبانى عليه انه معجب بميتش البنت الجميلة اللي في الحانة وبيطلب من ديجو انه يتكلم معها بالنيابة عنه ويسألها لو كانت معجبة بيه ولا لا لكن ديجو بيرفضوا بيقولوا انه كده كده مش قاعدين هنا وقت طويل وهيمشوا وبيحاول يخلي ينسى الموضوع ده وما يهتمش بيه وخصوصا انه مالحقش يعرفها اصلا فبيقرر مورجن انه يروح هو يسألها ويتكلم معاها لانه مش قاعدين كتير ولانه مش عايزي ضيعوا فبيمنعوا ديجو بيقولوا انه هو هيكلمها وبيروح فعلا يتكلم معاها وبيحاول لما حلها لكن قبل ما يكمل كلامه بتفتكر ميتش ان ديجو هو لمعجب بيها وبتقولوا انه هي كمان بيتبادله نفس الشعور وبيتسيبه وبتمشي لما بيخرج ديجو بيسأله مورجن على اللي حصل ما بيقدرش يرد عليه وساعتها بيتعصب مورجن وبيفتكر انه تكسف يسألها وبيحبسه وبيقفل عليه وبيروح هو يتكلم مع ميتشي بنفسه فبتسمع صوت ديجو وبتروح تفتحه للباب وهناك بيسألها مورجن قدامه لو كانت معجبة بيه زي ما هو معجب بيها وبيقول لها انه كان بعد ديجو يسألها فبتحرجه وبتقوله انها معجبة بشخص تاني وساعتها بيلحقها ديجو بسرعة وبيقول لها انه مش بيبدلها نفس الشعور فبتتحرج ميتشي وبتسيبهم وبتمشي وبيفهم ديجو وبيفهم صاحبه انها قالت له انها معجبة بيه هو وعشان كده مرضاش يقوله عشان ما يزعلش فبيحضونه مورجن وبيشكره على موقفه وبتروح كالة تتكلم مع مجيله وبتطلب منه يخرج معها يدوره على مامتها في المدينة ويسيبوا مورجن وديجو هنا علشان لو مامتها ظهرت يبلغوهم فبيوافق على فكرتها وبيروح معاها وبيبقى مقرر انه يتكلم معاها ويقولها ان في احتمال ان مامتها مجيش عشان ما تعبليش سقفة وقعاتها وتحس بالاحباط لكنها بتصعب عليه جدا لما بيلاقيها رحت لتجمع في ناس كتير واخدت المايك وبتنادي على مامتها وساعتها الناس بيفتكروها تايها فبياخدها مجيله بيطمنهم انه هيدوروا عليها لحد ما يلاقوه وقتها بيكون العصابة لست مرقبينهم وماشيين وراهم وبتكون اتزل هي كمان ماشية وراهم وبتبقى فرحانة انها شافت بنتها ومش مصدقة انها كبرت وبقت بنت جميلة بالشكل ده لكن بيبقى صعبة عليها انها مش قادرة تقرب منها بسبب العصابة وبتقرر اتزل انها تغير خطتها وبتبعت رسالة لكالي على الموبايل وبتقولها انهم لازم يتحركوا فورا لمدينة تانية فبتفرح كالي جدا وبتقولهم انها كتعرفة ان مامتها مش هتسيبهم كده وبتبقى متحمسة انها تروح لكن طبعا كلهم بيرفضوا ما بيقوش متطمنين لانها عملت نقلهم وراها من مكان لمكان من غير ما تفهمهم اي حاجة بس بيوفقوا يروحوا عشان كالي ما تزعلش وبيودهم ميتشي وبيركبوا عربيتهم وبيتحركوا وفي نفس الوقت بيكون اتزل رحت عند عربية العصابة وحط الجهاز تتبع وكمان بوزت لهم اطارات العربية عشان يتعطلوا ما يعرفوش يحصلوا كالي وفعلا بيشوفوا العصابة عربية الايس كريم وهي بتتحرك كلما بيجوا يركبوا عربيتهم علشان يحصلوهم بيلقوا انها تعطلتهم هما بيلحقوهمش ولما بيتصل بيهم رئيس العصابة يسألهم بيضطروا يجذبوا عليه وبيقولولوا انه هما ماشيين ورا كالي وانهم رأبينهم كويس قوي لكن بعدها بيقرر واحد فيهم يرمن موبايل وبيكسروا بعصبية لان لو الزعيم بتاعهم عرف انهما بيجذبوا عليها يعقبهم من ناحية تانية بيكون كالي في عربية الايس كريم وماشيين في طريقهم علشان يقبلوا ما ميتها وبيعرض مجيل عليهم انهما يقفوا في اي مطعم عشان ياكلوا لكنها بترفض لانهما كلما بيقفوا في مكان بتحصلهم مشكلة وبيتعطلوا اكتر فبيسمعوا كلامها وبيكملوا طريقهم وبعد شوية بتطلب منهم يقفوا في اي مكان لانها عايزة تدخل حمام فبيدخل الحفلة ومما بيسألوا الحارس عن الدعوات بيقولوا انهما نسيها في العربية في الوقت ده بيكونوا افراد العصابة قرروا يرجعوا للحانة ويسألوا عن كالي والفرقة اللي كانت معاها بحجة انهما مكتشفي مواهب وعايزينهم يشتغلوا معاهم فبيصدقهم صاحب الحانة وبيقولهم على عنوان الجزيرة اللي هما راحوا لها وبنشوف كالي اللي بيكون بتفتكر ان مامتها دايما كان بتاخدها معاها للحفلات اللي بتغني فيها وبتسيبها قاعدة بعيد مستنياها وبتخرج من الحمام وهي بتعيط وبتقول لأباهتها الثلاثة انها عايزة ترجع للبيت ونمش هتروح تقابل مامتها اللي سابتها الواحدة وطوليسين اللي فاتت من غير اي سابق انذار ومن غير حتى ما تاخد رأيها تسيبها معاهم ولا لا وبتقولهم ان ما فيش ام بتحب بنتها تسيبها كل ده من غير ما ترجع لها ولا تسأل عليهم لكنهم بيهدوها وبيقولها ان مامتها اكيب بتحبها وعشان كده هي راجعة دلوقتي ولما يقابلوها هيفهموا منها سابق اختفاءها وطوليسين اللي فاتت وبيقنعها ان هما مايرجعوش البيت ويكملوا طريقهم للجزيرة اللي هيقابلوها فيها بالوقت ده بتكون ايدزل قرارت تعرف مكان العصابة عن طريق جهاز تتبع اللي زرعيته في عربيتهم وبتلاقيهم راحين في نفس اتجاه الجزيرة اللي هي طلبت من كالي تروح لها فيها وبتقرر تغير خطتها للمرة الثالثة وبتستعين بصديقها تومس علشان يفكر ويغيروا المكان اللي هتقابل بنتها وبعدها بتوصل كالي للجزيرة وهناك بتكلمها وامتها ايدزل مكلمة فيديو وبتقول لها انها متشوقة جدا عشان تشوفها وبتطلب منها طلب اخير وهي انها تركب العبارة وتعدل البرتاني من الجزيرة عشان تشوفها وبتقول لها انها عايزها تاصق فيها وتسمع كلامها للاخر فبيقرروا ان هما يروحوا يحجزوا تذاكر وبتسيبهم كالي وبتروح عشان تشتري هدية لمامتها وبيروحوا لها وبيعرفوها ان هما حجزوا تذكر الساعة خمسة وان هما مليقوش غير الوقت ده وهيضطروا يستنوا مع بعض كم ساعة لحد ما عاد العبارة والسوق حظوهم ان رجالة العصابة بيبقوا وسلولهم وقفين جنبهم وبيسمعوا كل الكلام وبيعرفوا ان اتزل اللي هما بيدوروا عليها موجودة على البر التاني من الجزيرة وبتجالهم فكرة ان هما ممكن يختفوا كالي والفرقة ويهددوا بيها اتزل وساعتها هي اللي هتيجي لحد عندهم لكنهم بيغيروا رأيهم في اللحظة الاخيرة وبيقرروا ان هما يفضلوا ماشين وراهم لحد ما يوصلوا الاتزل وفجأة وهم بيرقبوهم من بعيد بيشوفوا السلحيفة اللعبة اللي كانوا بيدوروا عليها مع اتزل واللي كانت شايلة جواها الكارت اللي هما عايزينه وبتكون السلحيفة دي في ايد كالي فبيقرروا يتصلوا بزعيم العصابة ويبلغوه بياخد وقت طويل عشان يرد عليهم لانه بيبقى منشغول في التماع واول ما بيرد عليهم بيقولولوا على السلحيفة بيقولهم يجيبها له فورا ويتحركوا وفجأة وهم بيتكلموا يشوفوا عربية الايسكرين بتحرك قدامهم فجأة فبيركبوا عربيتهم بسرعة وبيحصلوهم ومن ناحية تانية بيروحوا الفرق او كالي عشان يركبوا العربية ويلحقوا العبارة بس بيلقوش العربية بتاعتهم بيكتشفوا انها تسرقت وبيقرروا ان هما يجروا بسرعة وراها علشان يلحقوا العبارة قبل ما تتحرك لكنها بتفوتهم وبتحرك قبل ما بيوصلوا فبيعتذروا الكالي لان هما السبب وبيوعدوها ان هما يحجزوا اول عبارة هتتحرك بكرة وفجأة بتسمع كالي صوت مامتها اتزل اللي بتيجي وبتقول لها انها خلاص مش محتاجة تروح اي مكان تاني وبتحضنها وبيبقى واضح انها هي اللي خططت لسرعة عربية الايسكرين عشان تخلي العصابة ايتوه وهي تقدر تقابل بنتها بامان تحضن اتزل بنتها وبتعتذر لها على انها سابتها زمان وبترجع بالزمن وبتفتكر يوم الحفلة اللي كان عاملها باتريسيو رئيس العصابة في بيتو وهي راحت عشان تغني فيها وخدت معها كالي واعادتها بعيد لحد ما تخلص لكن بعد ما خلصت غنى ما لقيتهاش في نفس المكان اللي سابتها فيه ودخلت جوه علشان تدور عليها ولقيت نفسها جوه مكان غريب مليام بيت سلاحف وساعتها قررت تطلع الموبايل بتاعها وتصور فيديو تفضح فيه باتريسيو وبتقول انه بيدعي قدام الناس انه موقز للحيوانات وبينقز السلاحة لكن الحقيقة انه بيسرق البيت بتاعهم عشان يبيعوا ويتجر فيه وفجأة بتشوف اتزل بنتها وقفة قدامها فبتجري عليها تاخدها بعيد وبيدخلوا يستخبوا ورا الباب في غرفة تانية لما بتسمع صوت باتريسيو رجالته جيين وبتسمعهم وهما بيكلموا فبتقرر تكمل تصوير عشان تمسك عليهم دليل لكن فجأة بتوقع كالي سنديق وبتكسرها وبتجري اتزل تحط كاريسي ورا الباب قبل ما يجو وبتديها سلحيفة لعبة جوها الكارت اللي عليه الفيديو اللي هي صورته وبتاخدها وبتهرب ولما بيدخل باتريسيو رجالته للقوضة بيلقوا الموبايل واقع على الأرض ومتشال منه كارت الزاكرة وبيبصوا من الشباك وبيشوفوا اتزل وهي بتهرب مع بنتها وبيعرفوا ان المغنية اللي كانت في الحفلة هي اللي كانت هنا وفي الوقت ده بيكون العصابة في العبارة ومش لقيين الفرقة ولا كالي وبيكتشفوا ان اللي اتحرك بعربية الايس كريم شخص تاني خالص وبيقرروا يروحوا يشوفوا هو مين وبيسألوا عن مكان اتزل لكنها وبيرضاش يقولهم عليه وبيطلب منهم يسيبوها في حالها هي وبنتها وبيكون الشخص ده هو توماس صاحب اتزل اللي بيساعدها من يوم ما هرب وعالجانب التاني بيكون اتزل خدت بنتها لبيتها وهناك بيقولها ميجيل ومورجن وديجو انهم عايزين يفهموا سابق اختفاقها وده الوقت اللي المفروض تشرح لهم في كل حاجة وبيطلبوا من كالي تسيبهم يتكلموا مع معميتها لكنها بترفض وبتعرفوا منها ما بقتش صغيرة ومن حقها هي كمان تفهم كل حاجة وبتعرفهم ان توماس زميلها كان بيساعدها لما هربت وبتفتكر ان توماس اختفى وبتتوقع ان العصابة قبضوا عليه واكيد دلوقتي عرفوا مكانهم عن طريقه وبتقولهم انها قصة كبيرة وبتطلب منهم يسيبوا المكان ويمشوا فورا قبل ما العصابة توصل لكن ميجيل وديجو ومورجن بيرفضوا يمشوا او يسيبوا معها كالي قبل ما يعرفوا هي متورطة في ايه فبتتحيل اتزل عليهم وبتطلب منهم يسقوا فيها وفجأة بيحسوا ان العصابة وصلوا للمكان اللي هم فيه فبيقرروا يقسموا نفسهم وبيروح ميجيل مع كالي ومامتها اما مورجن وديجو بيلهوا العصابة وبيسرقوا عربيتهم وبيهربوا بيها لكن في الطريق بيكتشفوا ان العربية فيها جهاز تتبع وان العصابة قدرت توصلهم بسهولة فبيقرروا ينزلوا من العربية بمجرد وصولهم لطريق مسدود الميناء ولما بيوصلوا باقي رجالة العصابة بينزلوا يدوروا عليهم في الميناء وما بيكونوش عارفين انهما مستخبين في العربية من ورا اما ميجيل فبياخد كالي ومامتها وبيدخلوا يستخبجوا مبنى قديم مهجور وبيسأل ميجيل اتزل عن السابل للعصابة بتلاحقها عشانه فبيتقولوا انهم عايزين حاجة مش موجودة معاها وانها مع كالي وهي السلحفة اللعبة فبيتقول لها كالي انها هدتها لديجو عشان يخليها ذكرى معاها لما هي تسيبهم وتمشي وساعتها بيحسوا نفيسوا تقريب منهم وبيلقوا العصابة قدامهم وبيعرفوش يهربوا منهم وبياخدوهم يحبسوهم في سفينة قديمة في الميناء وبعدها بيجوا افراد العصابة وبياخدوا منهم موبايلاتهم واي متعلقات شخصية معاهم ولما بيسألوا كالي على الموبايل بتاعها بتقولهم انها مش معاها لانها لسه طفلة ولما بيسألوها عن الكارت اللي في السلحفة فبتجذب عليهم وبتقولهم انها نيست السلحفة في عربية الايس كريم وبمجرد ما بيسيبوهم وبيخرجوا بتقول لمامتها والميجيل ان عندها خطة بسيطة هتعملها واولها ان هم لازم يبعثوا مكانهم لديجو ومورجن علشان ييجوا ينخذوهم ويخرجوهم لكن لما بتلاقي الشبكة في المكان اللي هم فيه بتطلب من مامتها وميجيل ان هم ينادوا على الحارس اللي برا عشان يفتح الباب ويلهوه ويتكلموا معا لحد ما هي تخرج برا عشان تقدر تبعت لمورجن وديجو وفعلا بينفزوا الخطة وبتقدر انها تخرج من غير مرحيس يشوفها وبتبعت ريسالة لمورجن وبتعرفوا مكانها فبيعرف ان هم موجودين جوه المينة وبيقرر يدخل هو وديجو عن طريق استناديق اللي بتتنقل جوه المينة عشان محدش يقدر يشوفهم كل وقت ده بتكون العصابة بتدور على السلحفة اللعبة لعربية الأسكريم لكن هم بيلقوهاش اي حاجة وبتشوف كاليو وديجو ومورجن بعد ما يدروا يدخلوا وبيكونوا لابسين زي العمال اللي هم في المينة لما حدش يكشفهم وبيلبسوها زيهم اما ميجيل وإدزل فبتجيلهم فكرة ان هم يولعوا بالكابريت اللي معهم عشان الحراس يفتحوا الباب ويستخبوا قريب من الباب واول ما الحراس يشموا الدخان يدخلوا يطفوا الحريقة بيقدر ميجيل يخرج بسرعة هوا وإدزل بيقدروا العصابة ان هم يكتشفوا ديجو ومورجن وبياخدوهم يحبسوهم مع تومس عما كاليفة بتحاول تهرب لكن بيجي باتريسي وبيخلي رجالة يمسكوها وبيهدد بها إدزل عشان تخرج وتواجهوا اللي هيئزي بنتها وفعلا بتخرج إدزل من المكان المستخبية فيه بتسلموا نفسها وبيدور ميجيل على مسدس في حاجات العصابة وبياخدوا وبيضرب نار عشان يشتتهم وفي نفس الوقت بيقدر مورجن وديجو ان هم يفتحوا الباب ويخرجوا وياخدوا رجال العصابة يحبسوهم وبيهربوا كلهم في العربية بتاعتهم وبيبقوا مبسوطين ان هم قدروا يخلصوا منهم وبتيجي الشرطة وبتاخد منهم الكرت اللي علي الفيديوهات اللي بدين العصابة وبعدها بتودع كالي ميجيل ومورجن وديجو وتتفق معهم انها هتقابلهم تاني قريب وبيتروحوا مع مامتها وبيرجعوا هم لبيتهم من غيرها لأول مرة وبيشوفوا الفيديوهات اللي بدين العصابة انتشرت على كل المواقع وبيعرفوا ان الشرطة قبضت على باتريسو وعصابته اللي بيستغلوا الحيوانات بفضل إدزل وفي نفس الوقت بتاع ان الشرطة اني باتريسو قدر يهرب منهم وفجأة الباب بيخبطوا بيخافوا جدا وبيفتكروا ان العصابة هتطردهم من جديد لكنهم بيكتشفوا انها كالي اللي بتبتسم لهم بتقولهم ان ما ميتها بعتتها ليهم وهتيجي تاخدها بعد ساعتين فبيتحقوا كلهم وبيفرحوا انها رجعت لهم من تاني الفيديو ده كتابته ايمان ماهر وسجلته امال عقيل ومنتجه كريم طاهر وما تنسوش تعملوا فلو لصفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا ملخصات الافلام الدرامية بصوت محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني وفلو لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا ملخصات الكوميدية وفلو لصفحة هكونها مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الكارتون والانيمي سليم